إذن نتمنى الشفاء لجميع المرضى إلى ملف آخر إذن نسحب لقب مالكة جمال العرب الجزائر لرانيا شيتوح إذن أعلنت اللجنة المنظمة لمالكة جمال العرب في الجزائر عن نزع اللقب من الجزائرية رانيا شيتوح التي تحصلت على لقب الوصفة في مسابقة مالكة جمال العرب اللجنة أوضحت أن القرار جاء لعدم احترام الاتفاقية المبرمة بين رانيا شيتوح واللجنة المنظمة لمالكة جمال العرب وتبعا لتصريحات غير مسؤولة من طرفها بخصوص قانون سير المسابقة وانعدم خبرتها في مجال مسابقة الجمال على العموم في حفل ضم نجوم الفن والإعلام بمصر وكذلك العالم العربي توجد هذه الأخيرة والأردنية سماح جرار بلقب مالكة جمال العرب لسنة 2022 تم اختيارها من بين مالكات جمال العرب بالعالم العربي وأوروبا هذه المسابقة عرفت مشاركة 13 دولة عربية ضمن المنافسة التي نظمتها إحدى المؤسسات وحصدت حليمة البلوشي من سلطنة عمان لقب مالكة جمال العرب للسياحة أما السورية نورا راضي فقد نالت لقب الوصيفة الأولى والإماراتية مريم محمد الوصيفة الثانية فيما نالت رانيا شيتوه وأخيرا لقب الوصيفة الثالثة وأخيرا العراقية يسمينا داريا بلقب الوصيفة الرابعة اشتركوا في القناة